خفيف و بنين كي يأتي مع لك فقط بثالث مكونات لجرته ستعتمدون من الوصفات اليومية ديالكم ندوز نشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة في مقلات والانارمتوسة غاد ندير ملعقة كبيرة ديال الزبدة وغاد ندفع لهم 100 جرام ديال الشامبينيون و بصلة واحدة من توسطة الحجم من قطعين ارقيق نسوطيهم واحد شوية ونضيف عليهم هنيا ميتين جرام ديال الروز اللي غسلته باش يتحيد منه دا كلامينون اللي كيكون فيه سافي غاد نسوطيهم غير واحد شوية تقريبا واحد جوج دقايق غنضير عليهم رشة ديال فلفل اسود او البزار ورشة ديال الملح اللي كتبقى على حسب الدوغ ونبدأ نضيف هنا تدريجيا عندي الماء الساخين اللي ضوبت فيه ضامة ديال البقري بيمكنكم تسعملو ديال الدجاج او على حسب المتوفر حتى كيطيب مزيان داك الروز وكيصبح نضيع لهاد الشكل هادا ضروري انه يكون نشف كنضيف عليه هنيا كاخر مرحلة ثلاثة ديال مع القكبار ديال القشدة الطارية ولا كرين فخاش وغادي نضيف كذلك القليل من الفخماج كتضيفه اي نوع ديال فرماج متوفر عندكم محكوك باش كتجينا ديك التعليكة رائعة في الغزوطو ديالنا وكان قدموه على هاد الشكل هادا كيجي رائع بنين لديد بزاف بزاف ومعلك متشبعوش منه للمزيد من الوصفات زوروني في قناتي شيوة عائشة وإلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى